اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالقناة الاخيرة هو بالمرتبة 79 كأسوأ بلد تعرفون احنا كل شيء بأسوأ أسوأ بلد في تقديم الرعاية الصحية على مستوى دول العالم وما تقدم العراق بمؤشر الرعاية الصحية لمجلة سي او وورد الأمريكية لسنة 2024 إلا على بعض الدول الفقيرة منها بنغلاديش سودان أوغندا باكستان السلفادور وأغلب ذن الدول هي أيضا ما مستقرة ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية بالبلدان بما فيها البنية التحتية للرعاية الصحية كفاءات المتخصصين بالرعاية الصحية مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في الجانب الصحي وراها التكلفة التي تترتب على الفرد أيضا توافر الأدوية عالية الجودة أيضا استعداد الحكومة بأخذ مؤشر المجلة الأمريكية ويأخذ المؤشر المجلة الأمريكية المعنية بتقديم أحصائات عن جودة الحياة بدول العالم بالاعتبار عوامل ثانية بما فيها مثلا عوامل البيئة الحصول على المياه النظيفة شبكة الصرف الصحي استعداد حكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة والمخدرات وما إلى ذلك بل أثناء أظهرت صور ملتقطة حديثا من جناح صالت العمليات في مستشفى الصدر الحال المذري في ظل غياب النظافة ورأي أيام من صور تنبثها على برنامج صوتكم لتوقف المفاعد وتعطلها في نفس المستشفى نحن نشوف مستشفى الصدر التعليم هاي مستشفى الصدر طابق الأول غرفة العمليات صالة الانتظار حتى العنكبوت يقول لك بغرفة عمليات أو بغرفة الانتظار أو صالة الانتظار ما غرفة عمليات يقول لك عن كبوت تعرف عن كبوت خريج جامعة العناكب للطبية المشكلة إحنا عندنا نحكي عن مكان المفروض هذا أكثر مكان معاقم هوية حجيتها وراح أرجع أحتيها المريض لما ندخل إلى صالة العمليات المناعة في جسمه إلى أقل نقطة صفر قد تكون في بعض الأحيان فهو يحتاج إلى مكان معقم لدرجة عالية جدا حتى يقدرون يحافظون على حياته ويقدرون يقللون المخاطر في انتقال الأمراض الأخرى فأنت لما تجيب مريض أو مريضة أو امرأة في حالة ولادة مثلا إلى غرفة مشابهة لهذا الحال فاتخيل كمية الميكروبات والفيروسات اللي موجودة بالمستشفى في باقي الأماكن وتخيل كمية الأمراض اللي تتناقل من طرف إلى طرف ومن مكان إلى مكان وشنه التهديد اللي داي يصير على حياة المواطنين طبعا سابقا حلت العاصمة بغداد بالمرتبة الأخيرة في مؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم سنة 2023 بحسب موقع نوميبيو وهذا الموقع مهتم بتصنيف دول العالم وفق تكلفة المعيشة والسكن أجمعت مصادر سياسية وهيئات دولية أنه نظام الرعاية الصحية بالعراق فاسد ويعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية العراق خامس أغنى دولة نفطية بالعالم مع ذلك ما يقدر المواطن العراقي أن يحصل على أدوية أساسية ما يقدر يحصل على تأمين صحي وما يقدر يحصل على علاج من بعض الأمراض المزمنة خصوصا أنه الكثير من الأدوية المخصصة اللي موجودة بالعراق هي اكسباير منتهية الصلاحية أما الأدوية سارية المفعول فبهواية من الأحيان تنباع من أجل الربح الخاص بصفقات جو الميز تستفيد من عندها الطبقة العليا المتنفذين الأحزاب السياسيين البرلمانيين هذا كل هذا يصير على الأحزاب الفقير مثلا مستشفى ابن البلدي في بغداد تخيلوا المواطن راح للمستشفى دي عالج ابنه أثناء العلاج احتاج المواطن إلى إجراء سونار أو أشعة سونار هو طلبة الطواقم الطبية اللي موجودة أو الكادر الطبي لمستشفى ابن البلدي أروح اشتري لنا سيدي اللي هو قرص ليزري من برى المستشفى لأنه بالمستشفى ماكو حتى نقدر نطيك الصورة والبيانات ما السونار اللي سواها ابنك تفضلوا مستشفى ابن البلدي طفل قرص ماعدهم رح تشتريت قرص وجيت ما المفرد نقلوا والله جيب قرص من يمك لماعد نقرأ صالوا مستشفى ابن البلدي شوف مستشفى ابن البلدي باقي دول العالم صار سيستم إلكتروني سيستم موجود بالشبكة العنكبوتية تروح تسوي مفرد تسوي أشياء تسوي سونار المعلومات ماتك تنزل بالسيستماتك وتروح بأي مستشفى باقي دول العالم أنت بأي دولة شنت بأوروبا بالولايات المتحدة ذن الدول اللي تحترم نفسها حتى في دول الجوار موجودة أيضا تروح للمستشفى تسوي أي عملية أي سونار أي أشعة أي مفراز أي شيء نزلت بالسيستم تطلع من هاي المستشفى لا سامع الله تحتاجت مستشفى ثانية بغير مدينة طب عليها دخلوا البيانات ماتك طلعت المعلومات ماتك كاملة في حال احتياجك إلى قرص ما يحتاج تروح تشتري من بره تقولهم أطوني يا سحبوا الكياو وقالوا تفضل روح الله والقرص مطبوع علي اسم المستشفى وعليه معلوماتك والتقرير يطبوا الكياو يطلوا كياك كامل مكمل هاي في حال أنه أنت طلبت من عندهم لكن بالعراق بما أنه نحن السيستم ما عندنا والفساد ناخر البلد نخر ويريد يسوي المفرس الابنة أو السونار وده يأخذها للطبيب المختص فقال له لا أوكي نطيك السونار بس روح جيب لنا السيدي وتعال والسؤال اشهد قيمة السيدي يعني هو هو أول ما ما قلكم أول ما اخترعوا الكمبيوتر ولا منشان الفلوبيو ديسك العشرة لهالكبرى غالي جدا لا أول ما بلشت هبت التكنولوجيا والكمبيوترات الحديثة والأقراس المدمجة والفلوبيو ديسك ومعرفشين هي أسعارها رخيصة كانت صفطة هالكبرها ما ما يمكن سعرها دولار أو دولار ومص كانت صحيفة The National اللي تصدر في مدينة أبوظبي باللغة الإنجليزية تقول أنه القطاع الصحي في العراق الطريقة للانهيار لأنه الوضع بالعراق مزري فصحيفة أبوظبي أشارت إلى أنه الوضع بالعراق راح يروح إلى الانهيار لأنه الوضع مزري جداً على الرغم من تقديم خدمات طبية عامة بالعراق بالمجان ويلجأون المواطنين العراقين أن يرحون إلى المستشفيات الخاصة رغم المبالغ اللي صرفوها على المستشفيات الخاصة وقيمة المبالغ الخاصة اللي تم صرف على المستشفيات الخاصة وغياب الطواقم الطبية خلو المستشفيات من الكوادر الطبية اللي موجودة في المستشفى ومع ذلك المشكلة في العراق مستمرة إلى حد هذه اللحظة أنه العراق في بعض الأحياني تم توثيق مستشفيات تخلو من الكوادر الطبية مثل ما صاروية مستشفى الحلة وثقوا مواطنين وجود عدد كبير من المراجعين بالساعة العاشرة صباحاً أثناء الدوام الرسمي دون وجود أي طبيب يستقبلهم كان من المفترض أن يكون الفيديو موجود لهذه القضية لكن يبدو أن الشاشة بها خلل ما الناس لما شافت هذه الفيديوهات وعرفت الخلل موجود في الكادر الطبي أو عفوا مو بس كادر الملف الطبي عفوا انعلقت أبو عقلي كنان يقول المستشفيات الحكومية بالعراق فقط اسم لأنهم يشتغلون في عيادات خاصة ومستشفيات أهلية إليك الله يا الفقير رياض عبد الجليل الواقع الصحي تعبان في المستشفيات الحكومية لأن الدكتور عنده عيادة خاصة يطلع المقسوم منها وحتى يشتغل من المستشفى من وراء خشمة ولا يعمل بإخلاص أبو حسين الميساني هذا لا يصلح مستشفى تدخل مصخن تطلع ميت حيدر الفريداوي على مود المريض ينجبر غصبا على راثه يروح لهم للعيادة الخاصة حسبنا الله ونعم الوكيل أحمد الموسوي الواقع الصحي في العراق فاشل بمعنى الكلمة لا علاج لا كادر بي حتى الممرض هم ما يعتحاجه لو تروح للمكصبة العيادات الخاصة لو مستشفى أهلية لو ماكوا تموت عبدالقادر الحميد يقول بسبب الطب الفاشل في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات لانعدام الرقابة والاهتمام والاهتمام بأرواح الناس فكان هذا تعليق الناس على قضية انهيار الواقع الصحي في العراق بسبب الإهمال بسبب الفساد بسبب كثير من الأمور اللي ده صير اليوم بالعراق اليوم المواطن العراقي يقول لك آني أردى أشوف خدمة آني أردى أشوف شي يفيدني آني أريد لما أطب مستشفى ألقي علاج أنا لما أريد أطب إلى مركز صحي ألقي كادر طبي آني لما أريد أطب إلى آآ عيادة شعبية ألقي صيدلية وألقي دوة وألقي شيء وألقي رعاية وألقي كل شيء ألقي أجهزة كاملة احنا في سنة الفين وعبا وعشرين والعراق ميزانيات انفجارية من المفترض أن الحال يختلف نروح أسأل إلى ملفنا الثاني وهو التدهور الأمني والخدمي في بغداد في تاريخ المعاصر أسهم هذا الشيء بالإضافة إلى نيار البنى التحتية وانتشار العشوائيات بجعل بغداد واحدة من أسوأ عواصم العالم بحسب تصنيف مؤسسات معنية بقياس جودة العيش في العواصم في الدول العالمية صارت بغداد أكبر مدينة مثقلة بالأحياء العشوائية فقدت أهمية لشيء أساسي وهو التخطيط فقدت بغداد إلى هويتها أجمعوا عراقين على أن الفساد الحكومي وانعدام الخطط الاستراتيجية للعناية بالعاصمة من قبل الحكومات من سنة 2003 هي السبب وراء التدهور المعماري والخدمي اللي تعيشها المدينة ولديت فاقا بشكل ملفت للنظر بالآوينة الأخيرة بسبب المشاريع في الطرق اللي تنفذ بشكل عشوائي ومتخبط بدون وجود أي خطط أو وجود سلسلة زمنية للعمل عدنا مواطن رصادلنا قيام الدوائر البلدية في منطقة الجادرية وهي إحدى مناطق بغداد العريقة والراقية اكتشف أن البلدية حفرت رصيف هذا الرصيف تم إنجازه في الآوينة الأخيرة وهو حديث ليش حفره حتى يمدون أنبوب للصرف الصحي أو أنبوب للمجاري عفوا بوسط تساؤلات عن سبب هذا التخبط كان من المفترض أن المشروع ينجز على مراحل من ضمنها مشروع الصرف الصحي وراها يكمل الرصيف وينعاف على حالة كامل مكمل مو تبنون الرصيف وراها تتذكرون أنبوب الصرف الصحي تعالوا نشوف موسيقى 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 الجادرية أيضاً اللي تعتبر من أرقى مناطق بغداد صارت وحدة من المناطق اللي تعتبر حصة لعمار الحكيم وفقاً لخارطة التقسيمات لمناطق النفوذ في العاصمة أظهر سوء التنفيذ للمشاريع وأظهر الفساد والنهب للأموال المخصصة إليه وظهر بشكل جلي وواضح لما نرصادلنا مواطن قيام الدوائر المختصر بحفر مور صيف شارع أنجز حديثاً مصار للشمشار ليش حفره أيضاً لمد أنابيب الصرف الصحي من أسفل أو من تحته تساءل شنو سبب هذا الهدر في المال العام إحنا ليش المشروع ماتنا نشتغله ثلاثة أربع مرات ليش مو مرة واحدة هالثاني وين بالجادرية هذا البكان كله بلطور وسووه شارع هالسه جوي فالشوه مثل الخيابة ليش فالشتوه والله نسي نسوي المجاري قولكم شنه هالبوق هالبالجادرية مربع راسي عمال الحكيم هنا قاعد خب هالفل كمان عمال حكيم يوميا سووه فالشوه شنه هالبوق مالتكم متستحون والله عب عليكم بالقرآن السورة بالعالم نور جهتو على الجادرية هالي يلتزو هاي مقاول بيش ملايين دولارات والله العظيم شو ننسي نسوي المجاري زي ماكم هندسيين ما تعرفونكم مجاري لا جل من لا يسهو بس ما المجموعة يشتغلون بمكانه ومشروعه ينسون المجموعة كله ما نانا التساول يلا نطلع من بغداد والجادرية راح اوديكم للنجف مواطن اجا ضيف على المدينة دايزور النجف من محافظة البصرة الفيحاء لقى مباشرة من دوائر البلدية بحفر حديقة ومتنزه عام هذا المتنزه انجز ايضا حديثا ليش حفره لنفس السبب هو لمد انابيب الصرف الصحي او شبكة المجاري من اسفل المتنزه بمشهد من مشاهد الفساد وهدر المال العام وانعدام التقطير المواطن يستغرب هنا من الاجراء اللي اشبه كثيرا التخبط الحاصل بمدينته ورما كان يتوقع انه الفساد محصور بس بالبصرة واكتشف انه ماكو بقعة بالعراق خالية من هذا الفساد وسوء التخطيط حسب كلامه تعالوا نشوف السلام عليكم وانا حسبال الطرقاعة بس عندنا بالبصرة هاي الطرقاعة طلعت حتى بكربلة ظهرك واكو شغلة يعرفون هذون المسؤولين يعني هاي صارت من اجمل الحدائق بطريق نجف كربلة لهاي جامعة العميد يمي من اجمل الحدائق لكن انت تتفاجئ شنا نفرح بيها هجوا وخربوها والله شين راح يسوون مجاري خط مجاري هات زي الرحمة الوالديك انت وين جنت عن هاي السوالي فباوة وين جنت بويها محاضة كربلة ايه مو هذا هدر للمال العام بس او مو صوجكم صوج المواطنين رجعت اتخبتكم مرة ثانية والله انا اعتب على اهل كربلة ارجال خطار بس اعتب على اهل كربلة شون طابين بهذا الشغل زي نفس طرقا عتب البصر نفس الفلك هم احفوره وطم وخرب هي انت مو استوىك سويته استوىك هاي استوىك ها مو استوى من اجمل الحدائق سورجحتوها خراب ليش ليش زيتم معتلوا مخططات استوكم وذكرتو حكم خطاق المال مجاري هاي اول العام لو العام صارت من اجمل الحدائق بكربلة قمتوا تصورون وتبشرون وتتواخرون بيه سويتو على مد الانتخابات حتى العالم تتخبكم وتطيكم اصوات يابه انتم الشعب العراقي كافي قشمرون عليكم باي الظواهر مال التبليد هذي الفوق الفوق الارض الله وكلكم ترك لاوات هاي اسعارها قليلة يحيلونها برقام عالية ينطبق علينا مثل هذا المتنزف من فوق الله الله ومن جوه يعلم الله ناس لما شافت هذا الشيء علقت صعب مهدي يقول المفروض يتعاقب المقاول والمهندس ولكن في بلدنا العزيز من امين العقاب اساء الادب حيدر كاظم التميمي الفساد ينخر جسم الدولة وهذه الاحداث تكشف هذا الفساد شي ما اسماعيل هذه نتائج المليارات المنهوبة ولا ينعرف على شنو صرفوها حسبي الله ونعم الوكيل حيدر السيد حسبي الله ونعم الوكيل عليهم يعني وين يردون يوصلون بنا بعد والمصيبة الجميع يشاهدون الدمار مع المشاريع ومغلسين مع الاسف وعلي سيوفي الناصر يقول خلي يشوف الناس الفساد حكومة المحلية وينوصل الاسف الشديد مقاولين وشركات كلها تلزيك عبدالنبي الحاج خلف يقول اذا غابت المراقبة والمتابعة والمحاسبة يفسد الفاسدون ويسرق السراق فكان هذا تعليق الناس على ما رأوه من من فساد في المشاريع الخدمية في شوارع تبلطت وارصفة الرصفة ومتنزهات انبنت ورجعوا فلشوها لانه جماعة ناسين يمدون ابواري ما الانابي بالصرف الصحي ابو علي من الديوانية حياك الله حيا حياك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله اخي اذا عادك ما نترك عملي كل وجه تانيكم احد وخميس حياك وبياك يا غالي بس انتم التحسون الحق الله شاهد واجبنا اخويا العزيزة رحمة الله وبركاته هاي وزارة بروسيا نعم صوتها وعديها ورورب دورها 11 مليار وصوت عليها البرلمان مع روسيا نعم للتنفيذ بعدين وقفوها قال لا ما يصير هاي سس سنة واسقها مجال خافي ستتغيرات بيها نعم احنا يجيبون حشوائي كل حشوائي لان ما يهمهم مو من حلالهم هذا الله مو من تحبهم هذا يريدون يتربون بيهم مال يعني هذا نفطنا فاضوا ع الدول وفاضوا بالفساد مالتهم واحنا حصتنا بس التحب لا اكثر ولا اقل لا صحة لا مال لا كهرباء والشحب ترى الشحب بالجنوب يتمخض الى ثورة ان شاء الله ان شاء الله الى ثورة بس حد اللقوا برايا البرلمان ويا السوداني يعني على هذا اهمالك لا ماي لا لا ماي لا كهرباء لا صحة نعم لا تمون من حطكم دولة بس دولة السلب ونهب نعم تعالوا شوفوا حكومتكم البدوانية تعالوا شوفواها صاركم سنين ما تجوا لها نعم حطنا بيد الحرامية والأحزاب بالحشائر هذا كشيخ ايكم اجل صار بالكود هذا بالحمات الماء يسمونه الكون نعم فجابوا العرافة الى الشيخ مالاتهم اللي يبقيهم قالوا مياه نطلعكم مياه زبحوا والعجل زبحوا والعجل ما طلع على ثورة كثرة والحب اياه كثرة والحب ما قبضوا لا الكود ولا الاجل مالاتهم السهالة تخطيط مالاتهم يكملوا حتى حسب نطول ثاني يوم فلش نعم وكل ستعالينا بالأبروحة بيت مرغم يعني أهل الدوانية تفعيل بالمياه ما تلقى الله شاهد بجاب عشر تلاف نعم وشوف وديرنا حيات الواحد ما زانيته مليار ميتين مليار مليار جايكم إن شاء الله مشكورين شكرا شكرا إليك أبو علاوي حبيب قلبي تحدثت مصادر مطلعة عن وجود تقريبا ألفين مدرسة آلة للسقوط في العراق من دون عمل على إخلاءها من التلامين بسبب إهمال الحكومة عدم توفير البدائل مصادر نقلت عن مسؤولين بوزارة التربية الحالية أنه ملف الأبنية المدرسية بإهمال كبير من عقدين من الزمن وأن المشاريع اللي تمت إحالتها من قبل الوزارة على الشركات من أجل تنفيذها تحولت إلى مشاريع متلكية ومضت عليها السنوات من دون أن يتم فتح تحقيق واحد بشأن هاي الملفات المصادر أيضا أوضحت أن السلطات الحكومية ما تمتلك ستراتيجية واضحة بتطوير القطاع التربوي والنهوض به بالمدة المقبلة هذا كله يصير بوقت يستشري به الفساد وأضافت أنه العراق يحتاج إلى تقريبا عشر تالاف مدرسة حتى يتخلص من الاكتظاظ الحاصل بالصفوف الدراسية أو الازدحام بالصفوف أو الدوام المزدوج أو الثلاثة أو الربعة وما اقتصرت خطورة على الأبنية المدرسية الآية للسقوط لأن الفساد الحكومي أضاف إلها مئات المدارس اللي أنجزت حديثا ورما كشفه مراقبين سوء التنفيذ مثلنا مدارس الصينية اللي تنتل بعد أن مر عليها سنة واحدة قبل أن يكشف سوء التنفيذ الهدر اللي حصل بالأموال المخصصة إلها بقظالم سيب بمحافظة بابل بينت صور من هناك حال مدرسة المثنى هاي المدرسة اللي انصبغت أربع مرات أربع مرات يجون صباغين لازمين فرجهم يصبغوها حطولها ألوان حطولها أشكال حتى تكون المدرسة حلوة لكن الصبغ مع الأسف فترة قصيرة من الزمن أهر أو وقع تعالوا نشوف السلام عليكم هاي مدرسة المثنى خلصوها السنة طبعا رابع مرة تنصبغ رابع مرة يعاد الصبغ مالتها يعاد ملاحظات هاي عن الشركات الرصين نحن نتحدث طبعا خاف واحدين كورنها بالأمسير بالأمسير ما بيأمين المهم السلام هم السامح أن الهمانة بالصبغ رابع مرة تتلاحظ هي إنتاج السنة السنة والمرأة المهمية هاي المدرسة الشاب اللي داي يصور يقول خلصة السنة يعني مدرسة جديدة الكارثة أنا أذكر مدرستي بمنطقة الأعظمية كان اسمها ابتدائية الحريري النموذجية والله أنا داومت واللي قبلي داوموا واللي ورايا داوموا ويمكن لليوم مصبوغة ما قلكم يا واسخة لا لأن كانت نظيفة وأكوه أكوه عمليات صيانة تصير بالشتة أعفوهم بالصيف بالعطلة الصيفية ما نشوفه أمام هذا الحال ما نشوفه أدري مدرسة السنة خلصت إحنا الآن بشار الثامن على مدى ثمانت شهر يعني الصبغ شهري مطول شنو المادة اللي حاطيها الصبغ اللي حاطها شنو شنو الخامة اللي أنت مخليها بحي تقشر ووقع بها صورة هاي اللي يشوف الصورة من بعيد يقول هاي المدرسة صار لها بالقليل فات ستين سنة مبنية يلا وصلت لهذا الحال أيضاً ببغداد رصد مواطن مدرسة المحاسن في منطقة زيونة وهي أيضاً تعتبر واحدة من المناطق الجميلة والراقية ببغداد واللي شيدت في زمن عبد الكريم قاسم لإعطائها أو كانت هبة إلى الضباط العراقين وتسمى مدينة الضباط أو بها حي اسمها حي الضباط هاي المدرسة مشيدة من مادة الساندويتش بانال مادة الساندويتش بانال سريعة الاشتعال والقابلة للانهيار بسبب عدم متانتها وهي واحدة من الأسباب اللي كانت في مجزرة الحمدانية هاي من ضمن المدارس اللي تم الإعلان عنها أنه شيدت هاي السنة ودخلت الخدمة هاي السنة وأكو تساؤلات من قبل المواطنين شنو ما صير ولدنا وبناتنا البناية تفتقر إلى أدنى مقاومات وشروط السلامة هاي مدرسة المحاسم ابتدائية بزيونة شوف أبانيها من ساندويت باوع 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 ساندويت ومغلفينة زيلا ما يخافون على حياة الطلاب الله لا يقولها إذا أصاب حريق الله إلا سير كارثة والله العظيم طالب ما يعرف شمر لحاجة شمر لأ نار جحل شمر جداحة الله لا يقولها أخذت المدرسة والله إلا سير كارثة مادة الساندويت بانال الكل يذكر ما حصل في مدينة الحمدانية مجزارة الحمدانية عفوا أو فاجعة الحمدانية لما تحول العرس إلى مأتم بسبب أنه القاعة اللي كان فيها العرس مبنية من مادة الساندويت بانال وأيضا هاي المادة ان وجدت في أكثر الأماكن اللي صار بها حرائق كانت أكثر إيلام على المواطنين فأنت دا تحتي عن مدرسة والمواطن هنا يقول لك المدرسة بها أطفال والطفل يجوز ما يعرف ما يعرف يتعامل ويا المادة وما يعرف يتعامل ويا الشغل إضافة إلى البلد العراق دا تتم بتسجيل درجات حرارة قياسية وعالية جدا من أن كل الأسباب تساعد على نشوب النيران فيقول لك إذا نشبت النار بهاي المدرسة راح تصير كارثة لا سامح الله الناس لما شافت هذا الوضع علقت على هذا الموضوع وأول تعليق من ميثم الجناحي هاي كارثة من يتحمل المسؤولية لو سقطت على التلاميذ أهل المنطقة كيف قبله بهذا الأمر هذا مشروع قتل للأطفال في المستقبل محمد آل جوان عام دراسي بشر بخير ومستقبل ظاهر لأجيال العراق والنعم من وزارة التربية وعاش الوزير وبعدنا بخير مريم خوش وين الحكومة والمسؤولين والرقابة والتفتيش هذه فوضى وعدم مسؤولية أم أحمد الطائي أيسنا من الحكومة المفروضة أهالي لو يلمون من كل واحد خمسين ألف ويبنون المدرسة هواي أحسن ما توقع على الطلاب والله كارثة أبو محمد المطيري كل إجراءات الحكومة دائما تكون بعد الموت والدماء ويكون الإجراء ترقيعي وإعلامي فقط حسين خميس كل البنايات التي أنجزت بعد عام 2003 هي آلة للسقوط وهذا يوضح حجم الفساد وضعف العمل الرقابي وكمية التآمر من قبل ضعاف النفوس للاستحواذ على الأموال فكان هذا تعليق الناس على قضية المدارس التي تشيد الآن وهي مدارس فعليا جديدة آلة للسقوط لدينا قضية أخرى نحكي بها اللي هي قضية الغرامات المرورية نانا السواق يتساءلوا عن سبب تعمد رجال المرور بتحرير الغرامات للسيارات الخاصة وتجنب السيارات الفخمة أو الحديثة أو اللي يركبها أغلب المتنفذين على الرغم من مخالفاتهم الصريحة للقوانين المرورية في الشارع واستغرب سائق سيارة نقل لركاب أو سائق كية مثل ما نقول تحرير غرامة شبيرة بحقها بدعوة أن الرجل ما امتثل إلى أوامر المرور بوقت يحتاج بإلى فترة طويلة من الزمن والشغل حتى يأمن هاي الغرامة اللي وصفها بالفيديو بالتعسفية رحمة على والدية كية عبريا يقصلها وصل ميتين ما تدفع مضاعف أربعمية زين هو النفر خمسمية شوك تطلع على أربعمية كية عبرية والله العظيم كية عبرية عدم امتثال الرجل المرور ينادر قص مية قص خمسين خممائة مئتين مئتين مضاعف مية والله العظيم ما صايرة يم الجامعة واضف الشيء العبرية مئتين ألف غرامة بوقت يمك يعني خمسين يقول إذا ركب عشرة خمسين في عشرة هاي خمسمية إذا ركب مية هاي خمستالاف إذا ركب مية باليوم هاي خمستالاف يحتاج ليشتغل حتى يجمع الميتين ألف ميتين يوم حتى يقدر يجمع الميتين ألف وهو يقول لك إذا مدفعتها رح تضاعف الغرامة علي ورح تصير أربعمية فرح يطريد داينها زياني شون رح يسددها هذا حال لكن هاي غرامة ممكن يجي واحد يقول لك هو ما بتثلي رجل المرور فمن حق رجل المرور أني غرمة لكن كانت قيمة الغرامة هي المفاجأة لكن هنان الموضوع كله مفاجأة تفاجأوا المواطنين أنه رجل مرور حرر لهم مخالفة ليش واقفين يم طوارئ واحدة المستشفيات ليش لأن كانوا يطببون مريض للمستشفى حتى يتلقى العلاج وتسألوا يعني رجل المرور لما نجى وشاف شنو عنده دفتر ويريد خلصة وبشكل عشوائي ماكو تعليمات مثلا على الغرامات شنو الموضوع أنه تحرر مخالفات للي راجع مستشفى من دون مراعاة ظرفها الخاص هالي دايحشوا المواطنين خصوصا أنه بعض الحالات هناك أشخاص ينقلون مرضاهم إلى المستشفى وتكون حالة حارجة فيوقفوا بأي مكان تعالوا نشوف الله يساعدك هاي مستشفى الطوارئ هذا المرور لازم السيارات منك اللي غاد بيقصص الوصولات هاي مستشفى الطوارئ هاي اليوم الصبح يعني هانا جاي على المستشفى وانت تطلق سيارات راح يجيني واحد يقول لي صحيح مخالفة ليش ينقل مريض بسيارته الخاصة اكو سيارات اسعاف المشكلة اليوم اكو قاب تشبير بين المواطن والحكومة اكو عدم ثقة بين المواطن والشي الرسمي لانه دا يشوف سيارات الاسعاف يجي يقول لي ما عندي بنزين فولي بنزين او تجي سيارة اسعاف ما بها اجهزة يحتاجها المريض او تجي سيارة اسعاف ما بها تبريد او تجي بتأخرة او تجي سيارة اسعاف وتعطل بالطريق فيضطر المواطن يجيب كرين الاسعاف شاي للمريض والكرين شاي للاسعاف فهي هاي المشكلة الي داوق عن بها المواطنين هو لو اكو حل رسمي لهاي الامور والامور كانت تمام مية بالمية أنا أقول لك حقا رجل المرور ليش يغرمه وينقل مريض بسيارة خاصة هنا شخص يوثق لكم تجنب أحد رجالات المرور لعناصر الميليشيات وسيارات المسؤولين والمتنفذين وما يحررهم أي غرامة رصد مواطن تحرير مخالفة السيارة والسيارات الثانية لكن رجل المرور وصل إلى وحدة من السيارات تابع لميليشيا سرايا السلام ورما لزقوا عليها أفراد ميليشيا صورة إلى الصدر بمشهد يبين لكم انتقائية تنفيذ القانون المزعوم بالإراق تعالوا وأن المرور شرع الجمهوري هذه سيارات تتصلوا لها وصولات هذه واحدة هذه الثانية هذا وصلكم هذه السيارة بها صورة السيد ميقصورة وصل يخافون الكارثة هنا أنا أقول لك مع تطبيق القانون مع تطبيق القانون مع أي شخص المخالف مخالف وإذا أكوى غرامة بالقانون تحررها بحق المخالف حررها وبدون ما تخاف لكن أنه تنتقي شخص معين أو أحد معين هنانا الكارثة المشكلة أنه هم جوي بعد عام 2003 وينقدون النظام السابق في انتقائيته لبعض الأشياء ويقولون هذا الشيء غلط كانت أكو قوانين تمشي على ناس وما تمشي على ناس كان أكو نظام ديكتاتوري كان أكو نظام مو نظام زيان اللي دي يصير بالعراق هسا نظام لما نتحرر غرامة بحق مواطن أو فقير وما تحررها بحق آخر هذا نظام لما نواحد يخالف المرور وما تسوي لأي شيء وواحد يضطر على أنه الوقوف بمكان حتى ينقل له مريض أو حالة عاجلة هذا يتخالف هذا النظام لما نجيك واحد سيارة مضللة وما بها أرقام ويدوس شرطي ويدهس بالشارع وما أحد يقدر يحكي يا لي أنه يتبع حزب أو ميليشيا هذا النظام لما تشوف النزاعات العشائرية لحسب كلام وزير الداخلية أنه يتم التعامل مع النزاعات العشائرية كمعاملة الإرهاب وتشوف الشرطة واقفة موقف المتفرج هذا النظام لما نطب إلى المستشفيات وتشوف المستشفيات وصخة مليئة بالنفايات والقاذرات ما بها أدوية ما بها علاج ما بها كوادر هذا النظام لما نطب إلى نظام التعليم العراق وتجد أن العراق كان عادل التعليم به الدول الإسكندنافية واليوم التعليم به خرج من تصنيفات الأمم المتحدة هذا النظام فهي هذه المشكلة فالناس لما شافت هذا النظام علقت على هذا النظام وقالت خالد جبوري المرور والصحة والكهرباء والضرائب والقمارق وبعض واردات النفط لا تمر بالموازنة عدل وقبل لجيوب الفاسدين علي الحنين والله عجيبة هاي لوادم ما تخاف الله كافي بوق من 2003 والحد الآن ما شبعته جعفر تمر يقول المرور تستنزف تستنزف أموال الطرق والجسور بدون فائدة أبو مصطفى الحلاوي والله هاي وصولات المرور تروح دعم للفاسدين فلا بيها فمن فعل البلد هدير علي الله وكيلك سلابه ويأخذون خاوات من العالم ولازم يخلص الوصولات كلهم قبل نهاية السنة وبعلم وبأمر من قياداتهم أبو أوس الزهيري يقول أكثر الوصولات في دوائر الدولة والمرور تذهب إلى جيوب المفسدين في الدولة فكان هذا تعليق الناس على قضية الغرامات المرورية ودفع المواطنين للغرامات المرورية وأيضا هناك تساؤلات عن بعض الأشياء للمواطنين يدفع غرامة لكن يجد أن الأمور على ما هي عليهما بها أي تغيير أما الآن مشاهدين الكرام سننتقل إلى فقراتنا الثانية في برنامج صوتكم وهي الإنفوغرافيك بالإنفوغرافيك زعمة وزارة التعليم في حكومة الإطار التنسيقي مؤخرا أن العراق حصل على مراتب متقدمة بتصنيف علمي شاركت به جامعات من مختلف دول العالم قبل أن أكشفت وساط أو أوساط أكاديمية زيف هذا الإدعاء كذبة الأمر الذي أثار استهجان الشارع العراقي حيال التلفيق الذي تمارسه الوزارة بوقت يخرج به قطاع التعليم بالعراق من جميع التصنيفات الدولية المرموقة أعلنت وزارة التعليم حصول العراق على المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024 اللي شهدت منافسة 2152 جامعة من 125 دولة حوالياً العالم قبل أن يهنئ رئيس الحكومة محمد الشيعة السوداني بهاي المناسبة اللي اعتبرها عفواً تأكيد للنجاح رؤية الحكومة وتأكيد لنهجها الداعم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العادي فند ومختصين ومراقبين ما زعم الوزارة بالقول أن عدد الجامعات العراقية اللي دخلت للمنافسة 58 جامعة فشلت 49 جامعة بالحصول على الحد الأدنى من النقاط المحددة للمنافسة من ناحية الخدمات الجامعية والتعليمية والمنهاج والبحوث العلمية وغيرها وأضافوا أن الجامعات اللي دخلت المنافسة تسع جامعات عراقية فقط معظمها حصة على تسلسل أخير متأخر في التصنيف وبمراتب انحصرت بين 500 إلى 600 على مستوى العالم حتى تعرفون شنداح شاني رح تشوفون مزيد من التفاصيل بالانفوغرافيك حول اتخاذ حكومة السوداني التدابير اللي عده هو لتحسين التعليم في العراق وما قالوه أكاديميون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة